أما حق كمانا محمد الأمور تمشي بالشكل المطلوب لأن من الغريب جدا أن ينشر محمد صلاح صورته مع شبل من أحد الأولاد اللي بنزله بعالم الفير بلاي والهم يعني بيبقوا أشبال الكورة اللي بيجيبوا الكور بواقفين مع المنتخبين وهم نازلين ينشر صورته مع الناشئ بشكل معين وهم بيوصل بعض وتحاكوا شكلها ظريف جدا كان الغريب أن محمد صلاح بعد ما الصورة تنزل وتقعد ساعات صورة تتشال ويتشال الرعاية من على التيشرت اللي لابسه الولد وتحط الصورة تاني ففيه أمور كده متلغبطة شوية وفيه جوابات جديدة وفيه مشاكل مش عارفة لها إيه ولكن أنا أجزم خلاص أجزم أن هذه المشاكل بتأثر على محمد صلاح نفسه في الملعب ربما يكون محمد الشكل بعيد أنه هو مش باين أنه هو طرف وأن الوكيل أو المحمد بتاعه هو اللي بيبعث الخطابات لكن لا شك أن الموضوع ده عمل خلافات كتير ويبدو أن الطرفين ساعات كل أحب بيفكر لوحده ولكن في النهاية كلمة الوكيل أو المحامي هي اللي بتمشي والدليل الصورة اللي فرح بها صلاح ورفحها على الأكاونت الشخصي بتاعه بعدها بساعات بيشيلها ويشيل علامات الرعاية اللي على تشيرت الولد الصغير ويحط الصورة تاني أعتقد دي بيتبين حاجات كتير جدا لكن كل اللي يتمنى لمحمد صلاح هو التركيز والتركيز فقط في كرة القدم يا أبو صلاح وشد حيلك عشان زي ما قال لك كده محمد سعيد موسم صعب جدا ربنا وفاك الصورة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن محمد صلاح خارج تركيزه تماما عن كرة القدم زي ما أكدت زميل العزيز إيهاب القطيب محمد صلاح يعني الصورة اللي نزلها أول مرة صورة بتعبر عن ما بداخله ومشاعره بالنسبة ليه كلاعب في المنتخب الوطني ومع لاعب صغير في السن أو ناشئ صغير في السن بينظر لقيمة واسم محمد صلاح وهو بالتأكيد في مكانه في مكان هذه الصورة لما كان لاعب صغير وناشئ في السن كان بالتأكيد بينظر في هذه الصور لنجوم وكبات بارزين في منتخبنا الوطني في فترة التسعينات وفي الألفية الجديدة لكن محمد صلاح بهذا المشهد اللي حصل النهاردة عبر صفحته الشخصية بيأكد فعلا أن وكيله أو مدير أعماله للأسف يتدخل بشكل كبير جدا مش أتكلم فيه الأمور التجارية أو التعاقدية الخاصة باللاعب إن ده شغله كمحامه وكمدير أعمال لللاعب لكن كمان رايح فيه مرحلة كمان تشتيت وتركيز اللاعب إنه يروح دايما في السكك دي محمد صلاح لما نزل الصورة في الأول بشكل طبيعي ده بيدل على مشاعر لاعب فرحان بهذه الصورة ونزلها بشكل تلقائي يعني مش للدرجة أنه ممكن تحسب عليها لاعب بالشكل ده لكنك تغير في الصورة واضح إن التركيز للأسف رايح فيه مرحلة تانية وفيه سكة تانية والموضوع بصراحة نحس إنه أفور قوي وزاد عن حده لأن المسألة مش محتاجة كل الدوشة دي لأن أنت في الآخر صورتك دي وإنت بتشيرت المنتخب الوطني مش بتشيرت نادي لفربول أو صورة شخصية ليه صورة اللي انت صورتها داخل استاد السلام دي صورتك وانت بقميص المنتخب الوطني والرعاء الموجودين هم رعاة القرى المصرية وبالتالي كنحية تعقدية وكنحية قانونية لا يوجد فيها أي أزمة ولا أدنى شك بدليل محمد صلاح لما بلعى مثلا زميل إيهاب في كاس الأم الأفريقية أو في كاس العالم وفي خلفية الصورة عنده مثلا في رعاء للاتحاد الأفريقي أو حتى للاتحاد الدولي هل يستطيع أن يمحي الصورة بالإعلانات الموجودة فيها لا أعتقد لا يستطيع مزير أعماله أن يجرؤ أن يتحدث مع صلاح ويطلب منه أزالة الإعلانات لأنه بالتالي عادي يبقى مخلفة كبيرة جدا على اللاعب نتيجة مشاركته في مباريات رسمية أو دولية مع المنتخب الوطني نشوف احنا مركزين في حتة واحدة محمد لكن الصورة فيها أكتر من بعد أنا بس يعني حبيت أخذ بعد بعد لو بصنا للصورة كويس ولو معنا نعرضها بعد جرافيكس اللي حصل فيها لأن حتى الشركة الرعية هي في الخلفية محطوطة برضو اتطمست يعني خذ بالك الشركة الرعية بتاعت المنتخب نفسه بتاعت الكرة المصرية يعني في الصورة التانية مش صورة تشيرت الولد بس لا ده الصورة التانية كمان كانت خلفية في الملعب فبرضو مطموسة يعني الكلام ده معرفش أنا ما ليش أن أتدخل أو أتكلم في أمور معاناة لكن الكلام ده بقى أصبح فيه نوع من هقولها بصراحة الاستفزاز إحنا كلنا كلنا مئة مليون مصر في ظهر محمد صلاح وعايزينه يتقدم وعايزينه يقدي بشكل كويس وعايزينه يرجع وكلنا مباري حتكلمنا بعد الهدف اللي جابه قلنا ضمننا جايزة بوشكش يعني ضمننا جايزة أفضل هدف يعني في العالم بتصويت لأنها جايزة تصويت جامهيري وقلنا إن شاء الله يعني على سبيل الحماس وعلى سبيل الدعابة وعلى سبيل التشجيع لصلاح وقلنا الكلام ده ولكن في بعض الأمور زي ما قال زميلي محمد سعيد تحتاج لوقفة تحتاج لوقفة يعني أنا مش ما عندش مشكلة أن يحط صورة ويشيلها ويلعب فيها مع أن الصورة ما يتلعبش فيها تماما تماما الصورة هي يعني الصورة هي دي الأصلية أشوف كل حاجة باينة هي يا بعيد عني شوافة زميلي بقولولي دي الأصلية دي الأصلية هي فكل حاجة باينة على التيشرت بتاع الولد وفي الخلفية الشركة الرعية مكتوبة لو حطيت لي بقى الصورة التانية عافش برضو أنت مجهزة ولا لا الصورة التانية لو حطيتها هتلاقي بقى طبعا مختلفة خالص التيشرت مش هيكون عليه أي حاجة خالص بتاع الناشئ الصغير وفي نفس الوقت الخلفية الشركة الرعية يعني تمثت خالص لكن هو أحلى ما في الصورة هي الدحكة اللي موجودة ما بين صلاح وبين الناشئ دي أحلى ما في الصورة ودي الرسالة اللي كلنا فرحانين بيها واللي صلاح فرح بيها وصلاح خدها كده على ساجيته وطبيعته وحطها على صفحته فالنظام حلو من البداية إذا كان فيه حاجة ما كانتش تحط الأول الصورة أو تتغير مش عايز أتكلم في الصورة كتير لكن عايز أقول لها محمد صلاح كلنا في ظهرك في أي وقت كلنا معاك ودي الصورتين أقول اللي فوق الأصلية واللي تحت اللي يعني اللي اتغيرت وتحطت تاني ناس تقول انتوا مكبريين الموضوع انتوا انتوا بالعكس احنا تجبير موضوعنا ده هو تركيز مع محمد صلاح عشان ربنا يكلمه تركيز إن محمد صلاح يركز في الفنيات يركز في كرة القدم يركز في الضحكة الصفية دي الضحكة الجميلة دي يعني بصوا أسعد دي أحلى لقطة في المباراة أحلى لقطة في المباراة ناشئ صغير شايف المثل والقدوة محمد صلاح مثل وقدوة مش لطفل صغير ولا الناشئ ده لمية مليون مصري الكبير والصغير في تحقيق ده أهداف وطموحات وحاجات كتير جدا شوف بقى الابتسامة ده مبتسم وده مبتسم ما حدش خد باله خالص خالص يا صلاح إن في رعاية وفي تشيرت عليه رعاة وشركة كذا وشركة فيش خالص ما حدش خد باله في الخلفية فيش شركة ما حدش خد باله خالص 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 إنما بعد ما انت شلت الصورة وحطيتها تاني كله خد باله ولكن يعني نتمنى جميعا جميعا إن تركيزك أكتر يكون في المباريات عندك منافسة صعبة جدا كلنا في ظهرك وكلنا بنقول لك ربنا يكرمك وربنا يوفقك واللي جاي لك أحسن وجاي لك أفضل بفضل ربنا وبضعاء كل المالين اللي هتفضل وراك أكيد في حقوق أنت بتحرس عليها لكن صعب جدا إيه جواب تاني للمنتخب المصري قبل المبارة بمشارة يتقال فيه بالنص مدومتم بعدتوا تاني لصلاح إنه ييجي ده معناه إنكم وفقتوا على طلباته مش هعلق على الخطابات دي دلوقتي ولا هنكون طرف لكن في أمور كبيرة لازم تحسن من اتحاد الكرة في حقوق عشرين مرة وخمسين مرة ومئة مرة هقولها تاني إحنا ما اخترعناش العجلة العجلة دي موجودة في كل الدنيا يعني ما اخترعناش صفة اللاعب مع متخب بلاده وصفة اللاعب مع بلده وصلاح طالقه قبل كده عشرين مرة قلتلكم محمد صلاح ببدلته حاجة بقى ميس ليفربول حاجة بتشيرتي المنتخب حاجة كل واحد لقومة له ولقومة عليه كريستيانو وميسي ونجوم العالم كلهم كلهم متقسمة قصة هو احنا ليه ما حدش عايز يطلع أقول يا جماعة الحقوق كذا واللي لنا كذا واللي علينا كذا وانخلص القصة دي بدل ما كل شوية جواب رايح وجواب جاي اتحاد الكورة المهندس هنا بريدة وقفة ومن أول السطر كل واحد يعرف إيه اللي ليه وإيه اللي عليها محمد عشان نبدأ حلقتنا ونشوف عندنا ايه محتاجين نبدأ حلقتنا بالتاك